طيب، احنا كنا معكم بالزبط كده في بداية الحلقة من حوالي 10 ديار ربع ساعة ونلقم معنا خبر خاص وانفراد لبرنامج التريند تعيين طاقم تحكيم إسباني لمباراة الأهل والبيرامدس وقالت لكم على مدار الحلقة أول ما يتم الوصول لأسماء الحكام هنقلل لحضراتكم حكام مباراة هذا اللقاء الهام جدا منذ قليل من حوالي بالزبط ديئتين ثلاثة الاتحاد المصري أعلن عبر صفحته الرسمية بالفعل عن تعيين طاقم تحكيم إسباني لمباراة الأهل والبيرامدس طاقم التحكيم يتكون من حكم مساحة خفير رخص هو الحكم الإسباني الذي عنده 33 سنة سيدير هذا اللقاء مساعد أول الفريتو ميرينو المساعد الثاني خورخي ماتيو الحكم الرابع فيكتور جارسيا وعلى تقنية الفار حكم الفار يسيدرو دياس ديميرا والحكم الفار الثاني المساعد ماتيو فيريرا إذن زي ما انتوا شايفين على الشاشة ده تأكيدا لخبر برنامج التريند اللي النهاردة بدأنا به الحلقة بالفعل طاقم تحكيم إسباني لهذا اللقاء وضعكم على الشاشة صورة حكم هذا اللقاء رخص هو اللي هيدير مباراة الأهل وبيارامدس زي ما قلت لحضراتكم طبعا لما أول ما قلت في البرنامج طاقم تحكيم إسباني جات لرسائل مفيش في ثواني هل ممكن يكون نفس حكام مباراة القمة اللي ما تلعبتش قلت لكم لا مش نفس طاقم التحكيم وبالفعل خلاص قدامنا على الشاشة حكم هذا اللقاء بيتمناله بالتأكيد التوفيق وإن شاء الله بإذن الله نشوف مباراة فنيا وتحكيميا وجماهيريا على أعلى مستوى خاصة المباراة يكون بإذن الله إن شاء الله فيها حضور جماهيري كبير جدا من جماهير النادي الأهل لسه الأخبار ولسه الكواليس ولسه الانفراضات ولكن بعد الفصل